تنسيقية أساتيك تشكيلات نتيجة الإهمال والتجاهل للوزارة والحكومة في المخرجات ديالها لا الأولى ولا الأخيرة لهذه الفئة من الأساتيك والتي نعتبرها أنه أساس كل تعلم والتعلم في الابتداء هو الأساس ديال أي تعلم هو البناء الأول لهذا الهرم اللي بغيناه يكون نحن في المستقبل الرجال دي المستقبل رأى البناء ديالهم يكون من الأول نحن كأساتي دا نعبره على أن هناك معانات كبيرة جداً كيعيشها السلك الابتدائي بكل من فيه لا سواء الأساتي دا ولا تلاميذ ولا يعني الأطور اللي هما في هذا السلك هذا وبالتالي حينما نعبر عن صوتنا في هذه المعانات فإننا لنا مطالب ونرجو أن تحقق ونرجو أن يرفع صوتنا من بين هذا الأمر هو أن تكون هناك عدالة ما بين الأسلك لأننا كل الأساتي دا في الولوج جيلهم لهذه الوظيفة كيدخلوا بنفس الشواهد وبنسبة تكون هناك عدالة أيضاً أن تكون هناك واحد نوع أن تخفيف من ساعات ديال العمل لأنها كبيرة بزاف الناس كتبليهم بأنها 30 ساعة عادية لا 30 ساعة ديال الأستاذ اللي بس دائرة كيدير بحالها في البيت وهذا مرهق سواء للأستاذ أو للتلاميذ وكذلك بالنسبة للتخفيف من المقرر لأن فيه يعتبر فقط الكم وليس الكيف اللي هو لأساس البناء الصحيح للتعلم ثم كذلك أن يكون هناك بالنسبة للأساتي دا أن يكون هناك واحد العدالة في جميع الأسلاك وخاصة يعني في النسبة لما هو أجر يعني إحنا را كنت تكلموا مني كنت تكلموا على زيادة في الأجور را كنت تكلموا على يعني التعليم من أسادات في التعليم كلهم يعني في الأسلاك كلها وهذا يندل على شيء فقد يدل لك أنت واحد زيادة مهمة اللي كترفع من شاء الأستاذ كواحد الفاعل أساسي في المجتمع را كتخلق عنده التحفيز وكتخلق عنده يعني الفاعلية الكبيرة وكتعينه وكذلك كانوا كمع مطالب كثيرة من بينها مثلا أن تعتبر سنوات ديالتكوين تعتبر في الأقدميات ديال الأستاذ كانت مع التكوين الأولى في المركز كان مطالب اللي هي متعلقة بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة سواء وخا تكون قريبا را كتكون مناطق صعبة وصعبة الولوج كذلك يعني تزويد الأستاذة بالمعدات لأن أسادات تعليمت دائرة كل المعدات التي يشتغلون بها يقتنونها بمالهم الخاص وهذا عيب عيب أن تكون عندما نظون فيها أنك يكون موظف داخل الموظف الوحيد داخل يعني الوظيفة العمومية اللي هو كيصرف على الوظيفة ديالتو من تجيب دياله يعني راه إلما جبتيش أنت معدات ديالك وصرفتي عليها حتى الانترنت وحتى الهدى ما كتقدرش تخدم فبالتالي وتقليص عدد الاسميت والتلاميذ في القسم لأننا كنا بغينا واحد الجودة وكنا كنا نتكلموا على الجودة را خص يكون عدد تلاميذ لا يتجاوز من 20 إلى 25 تلميذ في القسم باش يكون المردودية أفضل ويكون تعلم أحسن كذلك يعني خص يكون واحدة يعني المطالب كنقول لك راها هادي المطالب احنا كنبرلينا بأننا راها ماشي ماشي صعيبة ماشي صعيبة في لد خاصة فقط إرادة خاصة إرادة سياسية قوية وغادي تكون وإحنا نعم كنشكروا كل المبادرات للي سهمت هكا باش أنها تكون كوساطة يعني مع الحكومة ومع الوزارة وإن شاء الله أنا أملنا كبير في أنه غادي تكون حلول جيدة إن شاء الله وتفيد الأسرة التعليمية بظيفة عامة وشكرا لكم ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي